اشتركوا في القناة لا يسألون من أحد شيء ولما جاء بعض الصلاطين يريد أن يشاور الإمام عمر بن عبد الرحمن العطاس فيشان قضية مهمة ومقابلة بعض الطوائف الذين سيدخلون عليه البلد فأرسل إليه أنه يأتيك سلطان في وقت كذا وكان تحت علب من العلوب شجر نبق هذا الذي فيه الشجر السجر فكان جالس له في المكان منذر قال له سلطان يجي نعمل فرش نطلع البيت قال له هذا فرشنا وهذا مكاننا في مرحبا به وجاء السلطان ومعه جماعة من الجند وشاور أهبيب وأشار عليه بالرأي الصائب الحسن وذكره وعضه وأثناء على الخير وحذره من الشر جاء وقت الغداء ما عنده شيء لحيو قال حرقوا العلوب خرجوا لنا ثمر حقه هذا النبق هذا الدوم الرجل قال تفضلوا قدموا لهم في الصحان غداء حقهم فبعض الجنود الذين يظنوا أن هذا مقدم أنا الغداء بيجي فيما بعد وأكل السلطان حتى شبع فجلسوا ما هناك شيء آخر وبعض هالمنطقة عرفوا جاءوا يستاذنون نحب أمر قبل رخصة نحن بنشل السلطان لعندانو كان رخصة جاءوا للسلطان وقالوا نستاذننا من الحبيب نحن أخذك إلى قام معهم دبحوا وقضحوا وجابوا الأكل وقدموا لهم فلما قدموا الأكل قال السلطانا ما أكل شيء أنا قد شبعت من أين قالوا فجلسوا الغداء قال لهم هذا دوم عارف بالله صالح مقرب بعد أن أدخل عليه شيء لا بات أغداء ولا بات أعشاء قال هذا لهم حتى ينهضم هذا من بطني كله من أين أجد تعام عارف بالله مقرب صالح فكان هذا حال السلاطين مع السلاطين كان هذا حال سلاطين الدنيا مع سلاطين الدين رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أجمعين ولما كانت القلوب هكذا ما أيست مما عند الناس تسخر لها الناس وظل الله لها الناس ولا ذلوا وقالوا بعدين بعضهم يا حب عمر تجلس السلطان في ذا المكان ولا تقدم له إلا هذا الدوم الذي معاك قال لو لم نكون هكذا ما جاء نحن السلطان قال لو ما نحن بهذه القناعة وهذا ما نريد شيء ما بتجي السلاطين لعندنا وهذا السلاطين لهم نزاع على من نازعهم ولهم قوام على من قاومهم ما لنا طمع فيهم ولا ما فيما عندهم ولا طمع في شيء لهذا جاءوا إلى عندنا هذا ذلل عندهم ولو كنا طمعين ونبغينا حقهم المظاهر والمآكل والمشارف وكأننا كنا كما هم بعدين فعلا نزاع ما يعرفون طريق الدين ولا تعظيم الصالحين لكن لما رأوا الصالحين أسمى من سلطنتهم وأسمى من مالهم وأسمى من آكلهم وشربهم عرفوا بعد ذلك قدر الصالحين وهكذا وإنما الغناء عن شيء لا به طيب ترجمة نانسي قنع